أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل المتابعين أكيد في ناس كتير منكم أردت الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإلغاء الفصل الدراسي الثاني أو حتى تأجيله لكن الحقيقة أنه كل الكلام ده هو كلام غير حقيقي وياريت يعني ما فيش أي حد يستجيب لهذا الكلام لأنه هي إشعاعات أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا سحل إلغاء الفصل الدراسي الثاني وأوضحت أنه من المقرر أن تعود الدراسة في موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 19 فبراير الجاري مع تطبيق يعني كافة الإجراءات الاخترازية والوقائية بين الطلاب داخل المدارس يعني زي ما قلنا لكم في البداية انتشرت خلال الساعات اللي فاتت بعض الشائعات بتشير إلى إلغاء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس بسبب فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والحقيقة أنه يعني كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت يوم الخميس 3 فبراير الجاري ونجحت المدارس بالفعل في عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وقتها برضو 3 إشاعات لكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه مفيش أي صحة لتعديل موعيد أجازة نص السنة بتبدأ هي 5 فبراير حتى 17 فبراير زي ما تبعنا مع حضرت الوزارة كمان أكدت التزامها بالموعيد المعلنة سابقا وفقا للخريطة الزمنية يعني وأضافت أيضا الوزارة أنه تبقى للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو وبتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو طبعا مبارح بدأ يعني إعلان نتائج يعني مراحل النقل وأكدت بزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بيتم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي في شكل التأديرات وأوضحت أنه الدرجات ليها موجودة باللون الأزرق وبتؤكد أنه يعني المتعلم فاقى التوقعات دلو اللون الأزرق أما اللون الأخضر بيوضح أنه المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة ومن 65 لأقل من 85 واللون الأصفر بيوضح أنه المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم وده بيكون من 50% أو يعني أقل من 65% اللون الأحمر بيوضح أنه المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم وده بيبقى طبعا أقل من 50% أوضحت كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يعني هي بتحسب درجات الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموعة درجات الاختبارات اللي أدها الطالب والمهام الأدائية ودرجات المواصبة وأشارت كمان إلى أن مجموعة درجات لكل المقررات هي متساوية وبتحسب من 100 درجة وبتعطى للطالب في صورة ألوان وإحنا شرحنا لكم كل لون بيعبر عن إيه من اللون الأزرق لحد اللون الأحمر قالت كمان الوزارة أنه هيتم حساب الاجتياز ونجاح الطالب في العام الدراسي من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموعة درجاته لكل فصل الدراسي مجموعة درجات الفصل الدراسي الأول ومجموعة درجات الفصل الدراسي الثاني هتكون مقسومة على اثنين ووضحت إنه امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي هو آخر امتحان بالترم الأول حيث من المقرر أن يتم امتحان الطلاب بالفصل الدراسي الثاني ثلاث اختبارات وفق ما تضمنته القرار الوزاري المنظم للتقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي طب احنا اتكلمنا معاكم في كل التفاصيل وأكدنا كمان على فكرة رابع ابتدائي والألوان وكل اللون بيعبر عن إيه من النتائج وإزاي النتيجة بيتم حسبها مشكورك شكرا جزيلا مشكورك شكرا جزيلا